حياكم الله ومشاهدين وصلنا إلى آخر فقراتنا لهذا المساء ومع المبادرات الشبابية التطوعية الوطنية وفي إطار حب الوطن ورد الجميل تمثلت جهود شباب الوطن بتشكيل فريق ومجموعات تطرح المبادرات المجتمعية الإنسانية من أجل إفشاء العطاء بلا حدود بشتى المجالات لخدمة الوطن في مختلف الميادين فريقنا التطوعي لليوم هو مجموعة 32 التطوعية نتعرف عليها وأهم ما قدمته ربما من مبادرات ومشاركات مجتمعية مع ضيفنا في الأستوديو عبدالله أحمد الحسني المدير الإعلامي لمجموعة 32 التطوعية حياك الله عبدالله الله يحييك يعطيكم العافية في بداية أول شيء خبرني عن الفريق تشكيل فريق 32 ليش اسمه أصلا 32؟ بسم الله الرحمن الرحيم في البداية مجموعة 32 هي مجموعة شبابية إماراتية تطوعية غير ربحية تعني بتبني الوبادرات المجتمعية لتطلق المؤسسات سواء كانت الحكومية الاتحادية أو المحلية أو بعض المؤسسات في القطاع الخاص ليش 32؟ الرقم هذا مرتبط بشكل أساسي باللوحة السيارة الخاصة برئيس المجموعة أخونا راشد حجي ناصر و كانت البداية في 2013 في عالم السيارات في 2014 صار هناك تغيير لهدف المجموعة من الشغف في عالم السيارات إلى توظيف الشغف هذا في الخدمة المجتمعية فشافوا أن الأسم موجود و فيه له قبول حتى بين الجهات والمؤسسات التي كانت فيها التواصل حافظوا على هذا الأسم و حتى الشعار هو نفسه ما تغير والذي يرمز أكيد إلى عالم السيارات أو العالم الرياضي بشكل أساسي من 2013 إلى 2020 أو 2020 أعتقد سنوات طويلة مرت فيها بخبرات كبيرة من خلال هذه المجموعة المجموعة و أين كنتوا أول ما بدايتوا عبدالله كيف توصف الفريق أو المجموعة أول ما بدت و اليوم و أين وصلت إذا نتكلم عن شهر مارس في 2013 كانت البداية و كان الشغف الذي موجود عند الشباب الذين شكلوا المجموعة في بدايتها كلهم تربطهم مسألة وحدة الشغف في عالم السيارات و كان معظم نشاطهم على تصوير السيارات أو المشاركة في حلبات السباق من خلال تجربة الأداء للسيارات التي لديهم بعد ذلك شاهدوا لماذا لا نستثمر طاقاتنا هذه و نوظفها في مجال ثاني في مجال خدمة المجتمعية في 2014 يوم مجموعة بعد فوق المجموعة التي موجودة هذه مجموعة إضافية إضافية لعم و صار عدد الأعضاء أكبر و كلهم تقنية من شباب البلاد كم عضو أول ما بديتوا كنتوا؟ أنا دخلت معهم في 2014 و أتوقع في 2014 كانوا بحدود السبعة و كانوا يستخدمون سياراتهم الخاصة بعد ذلك شافت الوكالة التي وفرت لهم السيارات أن لماذا لا ندعمكم أكثر في هذا المجال لأن هذا مجال خدمة المجتمعية حتى مطلوب من قبل الجهات الخاصة و المؤسسات التي موجودة كانوا بالرد الجميل للمجتمع في 2014 صارت تحويل أهداف أكثر في مسألة التوعية بالسلام المرورية و كذلك توفير بيئة للشباب أنفسهم حتى أنهم يمارسون العمل الميداني و بالتالي تتلمع عندهم البهارات و القدرات التي عندهم جميل لذا ما نتكلم عن 2015 كانت هناك نقلة لوعية كبيرة للمجموعة صارت هناك رخصة قانونية من الدارة الاقتصادية مجموعة 32 المدارات المجتمعية هذه أعطتنا صفة اعتبارية و قانونية خلتنا الوقع اتفاقيات و شركات مع جهات حكومية و جهات خاصة في مسألة التعاون المشترك و ما زال عمل مستمر على توسيع هذه الشركات و هذه الجهات التي موجودة عندنا جميل الأهداف التي ذكرتها حضرتك عبدالله من 2013 اعتقد أن هذه الملغسات تغيرا في جهة 2022 نحن استغرارة مركزين نحن مركزين على مسألة التوعي في السنة المرونية لسبب نحن استغرارة من 2014 إلى اليوم نحن أننا مجالنا في عالم السيارات لذلك وظف السيارات في مجال خدمة المجتمعية جميل إذا إضافنا يمكن أن أضافنا بعد الذهاب أدخلنا أصحاب الهمم معنا عندنا عضو شرفي البطل عبدالله عادل ويعني بين فترة وفترة في بعض المهدرات نخليهم يشاركون معنا من أبطالنا في جمعية الإمارات المتلازم الداون نخليهم يتواجدون معنا في الفعاليات يشاركون الناس الناس تشوفهم وتتواصل معهم بالإضافة لأننا دائما نحرص أن نكون متواجدين في اليوم العالمي لمتلازم الداون اليوم يعني أول ما بدأ الفريق ذكرت عبد الله أنا بدأ وكان عنده شغف بالسيارات ومشاركة في السيارات اليوم استخدام هذه السيارات اختلف تماما اليوم لأي غرض تستخدم هذه السيارات على سبيل المثال إذا كلنا مع جهة في فعالية من الفعاليات نحرص للحط بعض الشعارات الخاصة على السيارة التي ترمز لهذه الفعالية طبعا لا تكون عبارة عن سيارة أو سيارتين هي تكون عبارة عن أسطول سبعة إلى عشر سيارات عدد كبير والموجودين على السيارات التي يسوقونها ويتواجدونها في الميدان شباب مواطنين فهذا يعطي حتى زخم للفعالية نفسها حتى عيال البلاد موجودين يساهمون في نشر المبادرة هذه وبالإضافة نقوم بدور دعاية عن طريق تسخير الفريق الإعلامي في توفير المواد الإعلامية الخاصة بالفعالية وبثها عبر قنوات التواصل الاجتماعي في نفس اليوم يوم الفعالية جميل أكثر الجهات التي تتعاونون وياها اليوم عبدالله ما هي هذه الجهات؟ كيف يتم التعاون وياهم؟ هل التعاون هذا يكون بشكل دوري أيضا أو بشكل سنوي؟ مثل ما ذكرت نحن وقعنا مجموعة من الشركات مع جهات حكومية محلية لكن معظمها تتركز في مجال السلام المرورية مثل إدارات المرورة على مستوى الدولة ونخص بالذكر كذلك الإعلام الأمني في وزارة الداخلية مشكورين يعني يوفرون لدعم كبير في مسيرة شكرا الخليفة التي كانت على مستوى الدولة وكان هناك تسيق حتى مع القيادة العامة لكل إمارة موجودة بحيث أنها توفر الدوريات لضمان السلام المرورية للمركبات خلال مرور المسيرة هذه من الفجيرة لين بوظبي جميل بالإضافة إلى خدمات الإسعاف الموجودة من لاحية أفسح الطريق لسيارات الإسعاف كنوع من التوعية بأهمية عدم استخدام الخط الأصفر طريقة أفسح المجال للسيارات هذه كذلك شاركنا في المجال الإنساني في معرض دهاد الدولي للتعريف بالخدمات اللوجستية التي تقدمها دولة الإمارات للأمم المتحدة في مجال الإغاثة الإنسانية جميل وكانوا الشباب أين كان هذا المعرض؟ هذا كان في دبي في دبي نعم وكان دور الشباب يتواصلون مع الوفود ويأخذونهم من أرض الحدث إلى المخازن اللوجستية الموجودة فكان في تواصل مباشر ما بينهم وبينهم وهذا يعكس حتى كلام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد نعم لما تكلم عن إكسبو على سبيل المثال وقال موعب أن الواحد يسوق تاكسي فلحنا مارسنا هذا الدور في ذاك الوقت بحيث أن يكون في تواصل فشافوا شباب إماراتيين يأخذونهم من أرض الحدث إلى المخازن اللوجستية ويسمعون عنهم وحتى نحن مبهرنا بالخدمات التي كانت موجودة هناك ما كلنا نعرف فتواجدنا في هذه الفعالية وعطانا حتى دافع كبير لنستمر في هذا المجال بالإضافة إلى الجانب البيئي مثل مفوضية مرشدات الشارقة ثلاث مواسم متتالية معهم في مسألة التوعي بالبيئة الصحراوية ومسألة الاستدامة يعني في توسع النطاق ربما المبادرات التي تشاركون فيها يعني إذا أكون صريح معك قد ما نقدر المدى يا ديننا وندخل في كل المجالات ما نحصر أعمالنا في مجال معين بس الوظف المدوات التي عندنا في شكل مناسب ربما في هذه المبادرة أو في هذه الفعالية بقدر الأمكان في المفوضية كيف كانت مشاركتكم ثلاث سنوات؟ نحن مشاركتنا كانت ميدانية معهم بطبيعة الحال مثل أي مبادرة السيارات جاهزة بالشعارات بالهاشتاك حتى الخاص مثل أغرس غافة أو أغرس باختيارك وما أقتصرت المشاركة فقط على أعضاء المجموعة بل حرصنا أن نحن لي بأفراد العائلة معنا من الأطفال من أخواتنا كانوا موجودين معنا وشاركوا معنا في الفعالية فلما ترى الشباب عندك موجودين يعني كجهة أنا أتكلم ترى عيال الأبلاد يعين عندك وعطينك هذا الزخم وهذا الاهتمام يعني أنت تحسين أنجزتي وفعلتي وعندما نحن كشباب نكون موجودين عند الجهة هذه ونرى هذا الاهتمام نقول أننا لنا قدر كبير عندهم وعطونا جانب كبير بالاهتمام فقد لا نستطيع نحاول حتى نخرج بمخرجات جيدة تليق بهذه المناسبة وبهذه المبادرة جميل اعتقد أن كل مبادرة أو كل مشاركة تقومون بها عبد الله تعطيكم خبرة ما في مجال مختلف يعني مثل ما ذكرت أنت قلت نحن أخذنا الوفود من المقر ربما مؤتمر إلى المخازن أو المخازن اللوجستية في دبي هذا أعتقد أضاف لكم خبرة أو مجموعة من الخبرات حتى مشاركتكم ربما في أو كمبادرة مع مفوضية مشردة الشارقة أو غيرها من الجهات الحقيقة أعتقد أنها توسع مدى الخبرات التي تكون موجودة عند الفرد و بالتالي يمكن أن يوظف هذه الخبرات مستقبلا في أشياء أكثر و في مجالات أوسع ربما اليوم عبد الله كشخص خاض هذه التجربة لسنوات تراكم هذه الخبرات ما الذي أعطاك إياه؟ ما هي الخبرات التي تعتبر أنك أنت تعتز فيها اليوم من انضمامك في مجموعة 32؟ واحدة من الأشياء التي كنا نركز عليها في المجموعة إنه فقط شغلك يكون مع المجموعة لازم حتى نشاطك يبتد إلى الخارج و حتى أنا أذكر كلمة أخونا راشد لما يقول أنا قد ما أقدر وهو رئيس المجموعة يقول أنا قد ما أقدر أخدم بلادي سأخدمها و أنا لم أوجدت هذه المجموعة إلا لهذا الغرض والشباب الذين يأتي لازم يستفيدون و يأدون خدمة كرد جميل لهذا الوطن فلنحن نقول لهم أنتم لا تكونوا مستمري معنا لفترات طويلة في المجموعة هذا شيء طبيعي أنت هذه فترة معينة عندنا لازم تستثمر وقتك و تستطيع أن تطلع بمخرجات تأديها في الخارج مع جهات ثانية فكانت في مشاركات فردية في القمة العالمية للحكومات في البياد الخاص في بطولة كاس العالم التي صارت للشباب أو بطولة الأندية التي كانت موجودة عندنا في الإمارات فهذه البيادين المختلفة التي موجودة هو يطلع من عندنا يكتسب خبرة بسيطة يصبح هناك يكتسب خبرة أكبر فيبدأ ينطلق من أهلاك و لا يكون حاصر عمره في مجموعة 32 يعني لا يختصر فقط على مشاركتها من ضمن المجموعة و ممكن تكون مشاركتها خارج هذه المجموعة و في إطار فردي و بالفعل حتى الخبرات التي يكتسبها في إطار فردي خارج المجموعة ممكن يرجع فيها المجموعة صح و نحن دورنا ما نفعل و نحن لدينا فريق إعلامي الفريق الإعلامي نطلب مننا إذا أنت سرت شاركت و وفر لي المادة الإعلامية و أنا دوري راح أدعمك من ناحية القنوات الخاصة فيني في التواصل الاجتماعي راح أحط أن عضو المجموعة متواجد في هذه الفعالية أو متواجد في هذه المبادرة يعني قد ما أقدر أبين اللحل من تشريه في كل مكان و نقدر نعطي دائما اللحل عندنا القدرة و عندنا الاستطاعة ليش لا؟ جميل بما أنك ذكرت يعني لكونك المدير الإعلامي ربما لمجموعة 32 و ذكرت ربما قسم من الأقسام التي تضمنها مجموعة 32 أنا أعتقد هذا التنظيم و تقسيم الأدوار مهم جدا لأي مجموعة تطوعية أو فريق تطوعي مجموعة 32 كيف تتعامل مع التنظيم و كذلك أيضا وجود أقسام و أعطاء كل الذي حقا حقا ربما نحن قسم لأعمالنا كثلاثة أو أربعة أقسام في المجموعة القسم الإداري معني بمسألة المخاطبات الرسمية و التصاريح المطلوبة و خلق نقوله الدعم اللوجستي أكثر شيء حق المبادرة و القسم الخدمات معني مثلا بتوفير الوجبات القمصان الخاصة في الفعاليات الميدانية اللي هي اللايف فيست الصفرة هذه اللي تكون لدواعي الأمن والسلامة بالضبط البطائق التعريفية الباجات اللي نحن نحتاجها و أحيانا إذا كان في فعالية تحتاج أن ننتقل إلى مارة ثانية و ليلسيوم أو يومين هم يراتبون مسألة السكن و العم الأكبر يكون على الفريق الإعلامي الفريق الإعلامي هو المعني بتوفير المواد الإعلامية لأن هذه المحصلة النهائية أو المخرجات النهائية اللي نحن نطلع فيها جدام الجمهور صحيح و حتى نقدر نحن نوفر المادة هذه لنا و للجهة لطلبتنا حيث أن تستخدمها عبر حساباتها سواء على الاتصال الداخلي أو حتى مع القنوات الرسمية و الصحف الرسمية اللي موجودة في الدولة فعندنا هالأربع أقسام هذه أدوارها الموجودة في الوقت الحالي و هي تأدي دورها بشكل جيد هناك نقطة بسبح أن أنوه عليها شغلنا في المجموعة هو عبارة عن هواية و ليس شغل احترافي فحتى الشباب الموجودين أعمارهم صح متقاربة لكن هناك منهم بين الموظف و ما بين الطالب الجامعي فالقدرات مختلفة في ما بينهم لكن قد لا نستطيع نحن نطلع بشغل يليق باسم الشباب الموظف بالضبط يعني بروح الفريق الواحد حتى و إن كانت ربما المهام مختلفة و إن كانت الأعمار مثل ما ذكرته صحيح و الأفكار ربما تكون مختلفة بين الطالب الجامعي وبين الموظف كذلك لكن العمل بروح الفريق الواحد دائما هو الأهم طبعا أنا كان بيودي أن الحديث يطول عبدالله و نتكلم أكثر بالتأكيد عن هذه المجموعة لكن للأسف وقتنا أنتهى معاك شكرا لك عبدالله أحمد الحوسني مدير الإعلام من مجموعة 32 التطوعية شكرا لك عبدالله شكرا لكم أيضا مشاهدين على المتابعة إلى اللقاء